اي ملف مفتوح في دماغك هينادي عليك في الحياة وده اللي بيسمي العلماء وعلماء نفس الرادار العقلي أو التوجه العقلي وده بيحصل في المقتنيات والمشاعر هضرب لك مثال لو انت مشغول انك عايز تشتري عربية جديدة من نوع معين هتتفاجئ انها بدأت تظهر لك في كل حتة اللي حصل علميا ان العقل وجه العين بالرادار العقلي كده بتبحث عن العربية دي بعدما كنت ماشي في الشارع بنظرة سطحية صرت باحثا عن النوع ده نفس الكلام ده في ملف التخصص زي الصنايعي اللي بياخد بالهم الخشب أو ما يخش بيتك وبتاع الستير اللي دايما بيبص كده على القماش عنده رادار وتوجه عقلي على الملف اللي مفتوح في دماغه والمعماري اللي دايما يبص على الزوايا والتناسق لو طبقت الكلام ده على الفكرة مش بس على المقتنيات فيه أفكار لو مفتوحة في عقلك العقل هيوجه حواسك انها تلقطها في الحياة وتلقطها متضخمة إحساسك إن حقك مهضوم الملف ده لو مفتوح في عقلك هيخليك تلقط كل واحد ما ردش عليك السلام ده حتى مش بيرده السلام هتسمع كل هزارك إنها تريقة عليك شخصيا وتفضل نفسك دايما صعبان عليك لو في بيع في المحل تشغل عنك ده هيتدقي جراحك جدا تحس إنك إنت كل ناس مهمي لك حتى البيع رغم من ده شيء طبيعي بيحصل مع الناس كلها روح معايا كده لملف تاني مفتوح عند شاب في بداية حياته لسه بيكون نفسه إنه مش قادر يعيش من غير حب حب بنتي يعني سوى مش جاهز دلوقتي لإعلاقة مكتملة للأركان عاطفة ومسئوليات وخطوات جدة أمام الأهل لو فضل سايب ملف الحب ده مفتوح هيفضل شايف النقص في حياته واحتياجه للحب ده يفضل ملح بينادي عليه وده يفسر لك في سن معين كده في شاب مركز وشاب مشتت في الموضوع ده جدا صعد الموضوع ده لملف مفتوح في دماغ راجل إن مرأة واحدة لا تكفيه دايما عايز يفضفض بأسراره مع ستة تانية ودايما عنده علاقات فيها تقارب مع زميلاته كأن الملف مرأة مش مكفياني لأنها بتفقد صفات جميلة موجودة عند غيرها وطبيعي إن أي راجل أو أي ست بيكونش بيحوز كل الصفات غالبا أغلب الأخطاء بتيجي من النوعية دي من الملفات إيه الحل؟ الحل في الشريعة قطع الالتفات قطع الوساوس لأن الالتفاتات دي والملفات دي بتخلي الإنسان مشوش السير في حياته إلى الله أو لأي مصلحة حتى قال الله ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون امشي ستريت إنت متجوز ركز إنت بتشتغل ركز إنت دلوقتي عندك مصلحة معينة شيل الملفات المفتوحة عشان ما تبقاش متشدت لو في ملف مفتوح محتاج يتأجل زي مثلا الجواز أو عربية إنت ما عندكش دلوقتي قدرة اسأل نفسك قادر جوز دلوقتي؟ لا قادر اشتري عربية دلوقتي؟ لا يبقى هذا الملف على طول تأجله وتشغل نفسك بشغل أو رياضة أو تحويش وحط الملف ده في دعائك حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء اللي عنده قدرة يعني فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الجواز هيقفل ملف انشغالك بالجنس الآخر ومن لم يستطع فعليه بالصوم ده ملف مؤجل هتشغل نفسك بحاجة تانية فإنه له وجاء يعني حالة كده من الصوم بيعمل حالة من الحماية في حاجة تانية في أفكار سلبية محتاج تستبدلها لأنها فتح ملفات بأفكار إيجابية زي مثلا فكرة أنك أنت ضحية لازم تستبدل الفكرة دي بتعداد النعم والتفكر بأصحاب الفضل اللي عليك في الدنيا ومحتاج كمان تشوف الخير اللي ربنا بديه لك ومش مديه حدا تاني غيرك عشان كده كان فيه دعاء لرؤية المبتلة الدعاء ده بيفكرك أن ربنا كرمك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به أنا مش ضحية وفضلنا على كثير من من خلق تفضيلة في ملفات محتاج تعمل معها رحلة عقلية لتغلق الملف يعني إيه؟ واحد متجوز وفيه ملف ستة تانية في حياته واسأل نفسك تعرف تتجوز تاني؟ الجواب لأ هدمر مراتي وهدمر بيتي وأنا مراتي ما تستحقش مني كده طبع عايز تغلط مع الستة دي؟ الجواب لأ مش عايز أخضب ربنا سبحانه وتعالى ما هو آخر الطريق يا جوازي غلط روح بدماغك لآخر الملف لو تقدر دي حاجة تانية لقيت نفسك مش مناسب بالنسبالك يبقى يقف الملف بدل ما تفضل سايب الملف مفتوح وربنا يقول على الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة امشي بقى في طريق الملف بتاع الفاحشة ده للآخر تلاقي وحش فتقوم قفله من عندك من دلوقتي يبقى الملفات المفتوحة الملحة اللي بتخلي الإنسان مشتت في حياته يأما في ملفاتها تتأجل وتدعي بيها يأما في ملفات اللازم تتقفل بتخيلك أخرة الملف ده إيه عشان الإنسان يبقى مركز يعرف يسير في رحلة الحياة إلى مصلحه وإلى الله فاللهم يا رب اشغلنا بما خلقته لنا واصرفنا عما هو ليس من نصيبنا واجعلنا نقضي أعمارنا في الحفاظ على وصل أرواحنا بأنوارك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر